السلام عليكم و اهلا وسهلا بحضراتكم يا رب تكونوا بخير اوعوا الحرب اللي بتحصل في لبنان تناسيكو اللي بتحصل في روسيا لا دي الجابهة في روسيا و اوكرانيا مشتعلة اه طبعا العالم دلوقتي مركز شوية في لقاء الامم المتحدة و كده و ما يحدث ولكن الجابهة ما توقفتش ولا اتعمل كده الزرار دس على زرار بوز على لا بس الاول اسمحوا لي اوري حضراتكم كده فيديو نبتدي كده بموقع فكهة حاجة كده نبص كده على زيبيانسكي لما كان باصس هنا في الفيديو و لما كان في مصنع بنسلفينيا بالله عليكم بصوا حضراتكم كل المحطين بيه بلا استثناء محدش يوم لابس النضارة الا هو لابس النضارة الاكشن الشفافة البيضة يعني شيء في منتهى الغرابة جدا جدا زي العيل الصغير اللي هو لسه فرحان بالنضارة الشمس ولابسها كده في الضلمة وفي اي حين يعني عشان لما بقول لحضراتكم ان ده فعلا بتاع موشن والله انا بقرأ الناس يا جماعة حضراتكم الراجل ده فعلا غريب الاطور المهم زي العيلزكي كان عامل لقاء في الصحف امام حضراتكم او في فرانس 24 وبيتكلموا معاه على السلام بقى وكفاية بقى لحد كده فزي العيلزكي رد عليهم رد غريب جدا قالوا له والله احنا عننا بالنسبة ان احنا ما عندناش مشكلة ان احنا ننهي الحرب بكرة احنا مستعدين ان احنا ننهي الحرب خلاص بس المشكلة مش فينا قالوا له ما للمشكلة في مين قالوا له المشكلة في بوتين اصل بوتين خايف ان هو ينهي الحرب ودي كانت بصراحة يعني عادت حاول قلت جايز من المصدر ده طب هو من وجهة نظره خايف ان بوتين ينهي ليه قال ان بوتين مسع على اساس ان بوتين مهزون في الحرب بس انما نيجي نشوف الرد على زيليانسكي خلينا نبص على الخبر اللي في رويترز ده الخبر ده وهو على ان روسيا حاليا بتتقدم وبتدخل واحدة من اهم المعاكل في الجامحة الشرقية داخل اوكرانيا وهي مدينة اسمها مدينة فوليدار مدينة فوليدار دي بتعتبر من اهم معاكل المقاومة اللي حصلت للجيش الروسي يعني كان الجيش الاوكراني بيواقف بشكل كبير جدا امام الجيش الروسي في معقل فوليدار لذلك فوليدار هي من الجبهات القوية جدا والنهاردة حسب رويترز ما كتبت ان القوات الروسية بتقتحمها دلوقتي والقادة الاوكران بنفسهم قالوا ان فعلا القوات الروسية بتقتحمها دلوقتي كمان نبص على الفيديو ده الفيديو ده وهو في جبهة كوبيانسك وهو من احد اماكن تمركز قوات الاوكرانية وبيتم ضربها امام حضراتكم بل مش كده وبس كمان ادي الخبر عندنا كمان انا بقولكم الجبهة فعلا مشتعلة ليه العمليات اللي حصلة النهاردة الطيران الروسي بيدرب وبيدمر واحد من اكبر واهم المصانع اللي بتخص الغاز بعض او انواع من الغازات للطائرات والمحركات الاوكرانية المصنع ده بينتج الغاز اللي الموضوع ده يعني مهم فيه انتاج وانشاء المحركات للطائرات وايضا حاجات تانية اوكرانية امانكم اهو وهو بيتم ضربه اذا عندنا ده غير بقى طبعا حنلاقي ان عدد كالعادة بيتم مقتل ما يقرب من 300 ل350 من الجنود الاوكران داخل كورسك على الجبهة بيتم ضرب وتدمير معدات يعني انا باعرض لحضراتكم من الصحف الغربية ان النهاردة روسيا ما زالت بتتقدم داخل الجبهة في اوكرانيا ولذلك لان هي داخل اوكرانيا عمالة بتتقدم قوات روسية عندنا الخبر ده في نيويورك تايمز وهو بيتكلمه على ان اصبح مجموعة من القادة الاوروبيين عمالين بيدغطوا بشكل كبير على بايدن علشان يسمح لزيليانسكي ان هو يستخدم السواريخ الغربية بضرب العمق الروسي واخره في المقالة اللي عندنا في نيويورك تايمز وهو لرئيس فنلندا مع ان فنلندا دي كانت من الدول اللي هي محايدة ولا ليها دعوة خالص وهي جارة لروسيا وما حصلش من زمان قوي قوي الغير للحرب الشهيرة ولكن من بعدها العلاطة كانت ما بين روسيا وفنلندا علاقة طبيعية بل ان كان فيما بينهم تبادل للغاز ولكن النهاردة فنلندا دخلت على طول الخرق بالطالب الرئيس الامريكي ان هو يدي التصريح وضوء الاخضر لزيليانسكي خلاص يا زاكلوك خد بعدك واضرب بالسواريخ داخل العمق الروسي ما هي خربانة خربانة بس برضو بيجي عندنا في نيويورك تايمز مقال تاني مقال التاني ده ليه برضو بيتكلمه على ان رئيس الشيك بيتكلم كلام بقى مالوش علاقة بقى موضوع ان احنا ندي الدول الاخضر ليه اوكرانيا ولا لقى رئيس الشيك ده اسمه بيتر بافيل بيتكلم بيقول بصراحة ان اوكرانيا لازم تكون واقعية في الحرب دي فبيقولوله ازاي واقعية قالوهم ان الجيش برضو نفس الكلام ده كان قريب برضو من الحق التقلم بارح ولكن النهاردة رئيس الشيك قال ان رئيس الشيك ده عشان بس اعرف حضراتكم هو رجل اصلا عسكري وكان بيتقلد منصب رفيع جدا في حلف شمال الاضلسي وايضا كان من الداعمين الكبار الى اوكرانيا مع بداية الحرب يعني مش هنقول ان هو زي فيكتور مثلا رئيس وزراء المنجر لا هو اصلا توجهاته واتجاهاته تماما مع النيتو وهو من البداية داعم الى اوكرانيا وين دا اوكرانيا اسلحة يعني ما هوزش زي فيكتور اوربان اللي هو رئيس وزراء المجر خالص لا ولكنه في نفس الوقت الرجل عسكري وهو رئيس الشيك رئيس الشيك هناك مش بنفسه قوة رئيس الوزراء على فكرة ولكنه في نفس الوقت دعمه معروف انا قال ان اوكرانيا احنا ادينا لها كم عتاد عسكري كبير في الهجوم المضاد اللي كان السنة اللي فاتت والحقيقة ان مش انا الواحدة بس ناس كتيرة تانية ادينا العتاد العسكري واوكرانيا ما ادريتش ان هي تعملش امام الروسيا فالنهار دا علشان نبقى واقعيين لازم يحصل سلامة بين اوكرانيا وروسيا ولكن السلام دا عشان يتحقق فحتفضل فيه اراضي روسيا استحوزت عليها مش هتديها الى اوكرانيا في القريب العاجل ممكن هتديها الى اوكرانيا ولكن بعد فترة من الزمن لكن ما نقدرش نقول ان احنا لازم نفرد عشان نفرد السلام على روسيا ونقول لهم ان انتو لازم دلوقتي تعملوا سلام ويلا اطلع من الاراضي الاوكرانيا اللي انت خدتها يا سلام بالنسبة لبوتين كده ببلاش ما ما فيش حاجة ببلاش النهاردة حضراتكم روسيا تكبدت قد ايه خسائر من الارواح مئات الالاف اتكبدت قد ايه روسيا من الموارد المالية والعسكرية بمليارات كبيرة جدا جدا ان ما كانتش مئات المليارات فهي بعشرات المليارات وانا اكاد اجزي منها فعلا بمئات المليارات من الدولارات فده مش ببلاش حد هيقول لي طب ما هي برضو الاوكران والغرب تكبدو مس معلش مع بوتين الموضوع مختلف اصل مع اوكرانيا وزيليانسكي هو خسرا ايه هو مش خسرا حاجة ولكن روسيا لا خسرا كتير فعندنا كمان ندخل لمقال تاني في البروتيكو وده بيبين ان عندنا شولز رغم شولز ودعمه الكبير جدا الى اوكرانيا ولكنه في الفترة الاخيرة عامل فرمالة شوية ده نتيجة انه شايف ان المؤشرات الاقتصادية رقم واحد بالنسبة لالمانيا محتاجة لتحسن رقم اتنين انه ام رصدين ان رد فعل بوتين وروسيا المراضي بجد مش هزار ومش تصريحات لذلك شولز قال انا مش حضغط ولا حتكلم مع امريكا زي فرنسا وزي انجلترا ما هما بيضغطوا على الرئيس الامريكي علشان يدي تصريح لزيليانسكي انه هو يضرب وقال كده احنا عندنا وجهات نظرنا احنا مش هنقول ولا بندعم فكرة ان زيليانسكي يضرب داخل العمق الروسي اذا ان الالمان مش عايزين يدخلوا نفسهم في مواجهة من الوارد ان العلاقات الاقتصادية علشان بعد كده لاحقا حضغطكم عارفين خط نورتستريم او نورتستريم اللي كان ما بين روسيا وما بين المانيا في الغاز وارد وارد كمان انه كان فيه علاقات اقتصادية ما بين روسيا والمانيا فالالمان عارفين اين اجلا او عاجلا العلاقات دي هترجع بعد الحرب فمش عايزين يتركوا اثر سيء للغاية وارد تكون المعلومات الاستخباراتية الالمانية شايفة ان تصريحات بوتين ان اي حد حيقحم نفسه في ضرب العنق الروسي فمن الوارد ان روسيا هتعمل بقى مش حاولك ضرب نووي هتعمل ضربات غير نووية هتعمل يا سيدي عمليات استخباراتية تخريبية في الدول دي وارد فاذا النهاردة المانيا بتقول لا معلش جبوني كده على جنب فلما نيجي نلم الموضوعات دي مع بعضها هنطلع كده بكذا سطح ان روسيا ما زالت تتقدم وان نازل ينسكي والغرب لازالوا يشعرون ان رغم الدعم الغير مسبوء الى اوكرانيا فكل الدعم ده مش عارف يوقف التقدم الروسي ولذلك الغرب المراضي هيقدر يحصل على ضوء اخضر من امريكا على انهم يضربوا العنق الروسي على الله وعسى انهم يوقفوا الروس فنيجي بقى لخبرين لزاز عندنا روسيا اول حاجة نظرا للاحداث اللي بتحصل في لبنان فروسيا وجهت توجيه وانظار بشكل كبير على كل الجالية الروسية بمغادرة لبنان فورا في اسرع وقت يمكن وقالوا ان عملية التصعيد والحرب الشاملة والحرب الكبرى اصبحت في مرحلة كبيرة جدا وخطرة للغاية نيجي بقى للحاجة الاخيرة حضراتكم الحرب الاقتصادية او مش الحرب الاقتصادية وبس حرب التجسس موضوع بيجر والجهاز ده قلب الدنيا كله والموضوع ده فتح الانظار لناس كتيرة على موضوعات كتيرة قوية من اهمها زي ما انتوا عارفين موضوع واوي والشركة واوي الصينية وان امريكا حضرتها وهكذا انا رضا عندنا في البلوتيكو قررت خلاص هيئة الصناعة والتجارة داخل امريكا وبقرار من بايدن انهم يحضروا كافة السيارات الكهروائية او اي منتجات بتشمل كاميرات مرأبة جاية من الصين وقال لك لان دي تعتبر منظومة تجسس وخطرة جدا على الامن القومي الامريكي لان اي عربية فيها كاميرات اي حاجة فيها كاميرات من الوارد انها جي بي اس وارد اوي انها تكون متصلة بالاقمار الصناعية وتكون الصين بتتجسس علينا وخدوا بالكم ان الموضوع ده مش هيقتصر فقط على الصناعات الصينية يعني الموضوع مش هيبقى جاي بس على موضوع عربيات كهرباء صينية لا ده ممكن كمان تبقى عربيات المانية لان العربيات الالمانية او العربيات الاوروبية بياخدوا ساعات بعض المنتجات الصينية ويدموها ويدفوها في عربياتهم يعني ممكن عربية زي مرسيدس زي PMW العربيات دي وارد انها بتكون بتاخد بعض الأكسيسوريز الصينية وبتستعين بيها فبالتالي امريكا حتيجي تقول لهم لا طالما فيها المنتج ده الصيني مش حينفع قدامك بقى ان انت لازم تدور على دولة تانية توجد بديل فلما يوجد بديل فالبديل ده هيبقى بسعر اغلى علشان يجيبه من تايوان ولا جيبه من اليابان ولا جيبه من دولة تانية في شرق اسيا بتصنع عن البديل فحيبقى السعر ازيد فبالتالي حيزود السعر ده على سعر العربية فبالتالي حيبوز ويدي مشكلة في سوق السيارات حتى الاوروبية وده عندنا بيدينا وقفة في حاجة ان احنا مثلا على سبيل المثال موبايلات ابل هل بعد كده خلاص ابل هتتجه الى انها تصنع تليفوناتها تماما في امريكا بنسبة 100% من المحتمل اذا النهاردة اصبحت عندنا الحرب التكنولوجية يعوارها عن حرب تجاسوسية شوفوا النهاردة الدول الكبيرة بتتكلم في ايه احنا النهاردة حضراتكم بنأمل ان احنا نصنع حاجات بسيطة وشوفوا الدول الكبرى اللي بعض الناس من عندنا النهاردة بيتترياءوا عليهم شوفوا احنا احنا اللي بنستخدم احنا مجرد اصبحنا مستهلكين النهاردة من يملك القوة ومن يملك القوة الاقتصادية هو اللي بيملك الكلمة أتمنى المعلومات البسيطة دي تكون نالت إعجاب حضراتكم وبشكركم جدا جدا على المشاهدة سلام عليكم المترجم للقناة